ترىها مناسبا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا هذه الآفة العظيمة حذر منها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وحذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ويغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا ولا تتبعوا عورات إخوانكم فمن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته فهذا تنبيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحذير من المصطفى الأمين في تجنب تتبع عورات المسلمين وملاحقتهم ومشاهدتهم والبحث عن ما يسترون به أنفسهم لأن الإنسان وإن وقع في المعصية وإن وقع في الإثم وإن وقع في التقصير فهو حريص على أن يستتر لأن الله من أسمائه الستير والله ستير ويحب الستير سبحانه والله سبحانه وتعالى ينهى أن يفضح أخوه المسلم إذا رأيت من أخوك ما تكره فإن استطعت أن تنصحه ويتقبل منك النصيحة فانصحه إذا علمت أنه لا يتقبل النصيحة منك فتجنب ولينصحه من يتقبل منه لأن كثير من الناس قد لا يتقبل أنك تنصحني أما أن تكون أقل مني عمرا أو أقل مني منزلة أو هو يرى ذلك في نفسه فالأفضل أن يوكل بذلك بمسألة النصح والإصلاح من هم أهل لذلك وأحد السلف من حسن الظن ومن عدم تتبع ورات الناس يقول والله لو رأيت أخي يقطر الخمر من لحيته لقلت لعله سكب عليه ولو رأيته يقرأ ويقول أنا ربكم الأعلى لقلت لعله يقرأ الآية هذا مه يتتبع هذا يلتمس العذر ويحاول ويبحث عن الستر أيضا ويبحث عن الستر لأخوه المسلم فهذه من صفات المسلمين من صفات المؤمنين عدم تتبع ورات المسلمين والله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في ذلك اليوم الذي تنكشف فيه الأوراق ويكون العباد حفاتا عراتا في يوم المحشر وبعد ذلك في يوم الحساب الله سبحانه وتعالى يدني عبده المؤمن ويضع كنفه عليه ويستره الله في ذلك اليوم في يوم الحساب الله الله ويتكلم مع عبده ويقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا وهو رب العالمين نعم فالعبد يقر يقول نعم يا رب أتذكر ذنب كذا وكذا فالعبد يقر يقول نعم يا رب قال إني سترتها لك شوف الله سبحانه وتعالى يستر الله سبحانه وتعالى يمهله الله سبحانه وتعالى يعطيه الوقت حتى يعدل من حاله ويعدل من وضعه ويستره مرة ومرتين وثلاثة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم ستر آمين فإن من أعظم النعم هي الستر فيقول نعم يا رب فيقول الله لقد سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم الله أكبر فيكون من أهل الجنة فلذلك رسالة لنفسي والإخواني في المجلس ولكل من يشاهد هذا اللقاء يا أيها الناس عليكم أنفسكم الإنسان يهتم بنفسه ويهتم بإصلاح حاله ولا يلتفت لأحوال الناس وإن التفت لهم فليلتفت لهم بظهر الغيب ويرفع يديه ويدعو لهم الله أكبر يدعو لهم اللهم أصلح أبناء فلان اللهم أصلح والله أكيد المشايخ الحاضرين والمشاهدين أكيد أنه ما ينسون أحبابهم وأقرباءهم وما ينسون المسلمين وما ينسون ولاة الأمر وما ينسون كذلك المرابطين والمجاهدين على الحدود من الدعاء لهم فإذا رأيت حتى من أخوك ما تكره فرفع يديك ويدعو نعم حسنت ما لك يقول ولك بالمثل وكل ما دعوت الأخوك المسلم كل ما زاد الترابط والمحبة واحد من المشايخ يقول إذا حسيت من بينك وبين أحد جفوة وعدم محبة فحاول تدعيله في ظهر الغيب الله سبحان الله هذه النفوس السامية العالية يقول حاول تدعيله في ظهر الغيب سبحان الله الله سبحانه وتعالى يحببك له ويحببه لك حتى هو يبي يحبك ولا يدرش السبب إلا أن القبول من الله عز وجل فلذلك الموضوع هذا خطير جدا والموضوع هذا حساس ونحتاجه كلنا والله المتحدث يحتاجه والمستمع يحتاجه ومشايخنا في المجلس كذلك يحتاجونه نعم حسنت اللي هو أن ننبه أنفسنا أن نهتم في دائرتك القريبة تهتم في نفسك تهتم بزوجتك بأبنائك ببناتك بأخوانك بأخواتك تهتم بإصلاحهم قدر مستطاع ولا تمدن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فالله يقول لنبيه يعني لا تنظر للآخرين فما بالك فينا حنة هذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فالأولى نحن كذلك أن لا ندعينا للناس هذا والله ولده تخرج هذا ولده هذا بمعنى الآن في وقت تخرج ووقت تسجيل هذا ولده هذا الأول هذا ولده في القدرات كذا في التحصيل كذا وبعض العالم يجي والناس أحيانا يجعلونها من الأشياء الخاصة في هذه الفترة أما خشية من العين أو من باب الإنسان يعني لا يظهر بعض النعم التي أنعم الله به عليه بعضهم يجيك في المجلس كم القدرات اللي خذاها ولده ولا لا يبس نعم نعم وهذه أنا حسي تحسس منها بعض الآباء بشكل قوي نعم يعني المهدى تسأله لأن قد يكون في المجلس من لا يذكر الله نعم ويكون هذا فيه ضرر ويقول رأينا من تضرر ورأينا بعض المقاطع من يخرج في التلفزيون أو يخرج في بعض وسائل الإعلام يقول يا جماعة أذكر الله أصيب ابني بجرد ما يظهر الابن الله المستعر ويتكلم في مقطع فما هي إلا أيام بسيطة ويصاب الابن بمرض خطير أو يصاب الابن بوفاة والعين حق والعين حق نعم مثل ما ذكر الشيخ الحسد موجود الدكتورنا الفاضل في كل نفس فيه حسد ولكن الكريم يخفيه واللعين يظهره فتتبع عورات الناس تتبع ماذا اشتروا إلى أين سافروا ماذا فعلوا هذا أول ما يتعبك أنت شخصيا أول ما يعاني أنت وأبنائك كذلك وزوجتك وأقربائك لا يجون الأب كل شوي يقولوا لا ترى والله شفنا العائلة الفلانية سافروا إلى ذلك المكان يتتبعونهم ما نقول تجسس إن شاء الله ولكن قد هذا التتبع الزايد ينعكس على هذه الأسرة بمصاريف لا يطيقها رب البيت ولا يطيقها الأب فعلى الإنسان قدر المستطاع لا يتتبع الناس قدر المستطاع يحمد الله على ما أتاه الله سبحانه وتعالى من نعم وفي الحديث كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنظروا لمن هو أعلى منكم في أمور الدنيا أما أمور الطاعة والعبادة وبذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين أما في أمور الدنيا لا تنظروا لمن هو أعلى منكم فإنه أحرى أن تزدروا نعمة الله عليكم اللهم استعاء إذا نظرت لأعلى منك أما في المنصب ولا في المال ولا في الجاه ولا في كثرة العيال فإنك تستنقص نعمة الله عليك والله أعطاك نعم عظيمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح أمنا في سربة نعافا في بدنة عنده وقوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافير الله أكبر فالله أعطاك نعم الله أعطاك خير الله أعطاك صحة الله أعطاك عافية يقول أحد من يخرج في الإعلام وله مشاركات جميلة تواصل معه واحد وقال له يا دكتور فلان أنا أتمنى أسير مثلك هذاك له قبول وله محبة وذلك فضل الله يؤتيه مني إن شاء الله فقال له هذا لو أني استأذنت أني أذكر اسمه ذكرت اسمه قال له طيب بأعطيك عرض بأعطيك الأمراض اللي فيني كلها فيها أمراض ما أحد يدري عنها في هذا الرجل وتعطيني صحتك واخذ شهرتي واخذ مالي واخذ الدكتوراه واخذ كل اللي عندي يقول يوم علمت بأمراضي أرسلت لها رجاح الخاص يبيهون قال لا والله يا دكتور الله يهنيك بشهرتك وبمالك والله يبقي علي صحتي والعلماء يعني حفظهم الله ورحم الله من مات منهم كان عندهم قناعة لما أعطاهم الله كان عندهم يقين بأن الله يختار ويعطي لحكمه يعلمه الله ليس بالضرورة أن العالم الفلاني تلامذته قليل أن عنده تقصير في العلم وليس بالضرورة أن الداعية الفلاني متابعينه كثير أنها أفضل من غيره ليس بالضرورة لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا من يحب يروى ويذكر عن الشيخ الإمام بن باز رحمه الله يوم كان في المدينة المنورة مدير الجامعة الإسلامية وكان الشيخ له حلقة علم فيأتونه بعض الطلبة يقولون يا شيخ حلقة العلم اللي عندك عدد فيها إن شاء الله خير بس حلقة الشيخ الفلاني الحضور عنده أكثر شوفوا الإمام بن باز رحمه الله رحمه الله يقول ذلك فضل الله يتيه من يشاء الله الله يزيده والله يمده فعلينا حقيقة أن نتأسى بالعلماء نتأسى بقبلهم برسول الله عليه الصلاة والأسحاب رسول الله نتأسى بالصالحين ونكون مثلهم ونتأسى في الخير فيهم وكذلك لا نبحث عن الكمال 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 لأن الكمال عزيز وموسى عليه السلام وهو كليم الرحمن وهو من من هو في العلم ومن هو في المكانة ومن هو يكفي أن موسى كلمه الله على الأرض يكفي أن الله يقول واصطنعتك لنفسي قال يا رب علمني دعاء خاص فيني أدعوك به قال قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله فقال الله له يا موسى لون السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة درجحت بهن لا إله إلا الله الله فالله سبحانه وتعالى يعلم حتى الأنبياء أن يرضوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وأن يشاركوا الناس في عباداتهم وأن لا يروا أنفسهم أكثر وأعلى من الناس الله يجزاك خير ولذلك علينا حقيقة أن نتعاون في الدحظ وفي محاربة كثير من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى وهي من كبائر الذنوب التجسس من كبائر الذنوب الله يجزاك خير إبو راكان وننشر الفضيلة وننشر الخير ونتعاون ولو غلطنا نعود ونستغفر الله ونتوب إليه وندعو لمن أخطأنا في حقه الله يجزاك خير إبو راكان الحقيقة هذا المرض للأسف الشديد أنه أنت ترجمة نانسي قنقر